أما الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة عضو مجلس النواب النائب ثامر ذيبان أهلا بك سيد ثامر إذن أطول جدول أعمال لجلسة مجلس النواب يخلو من أهم اثنتين إقرار الموازنة بالإضافة إلى استكمال الكابينة الوزارية ما معنى ذلك؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم هناك خلافات ولا يخفى على الشارع العراقي والمراقبين لهذا الملف هناك خلافات على ملف وزارة الداخلية وهناك ملف خلاف على وزارة الدفاع وهناك مناقشات في موضوع الموازنة لكنه نعتقد أنه خلال هذا الأسبوع سيحسب موضوع الموازنة تبقى ملف الداخلية والدفاع مرهوم بيد السيد رئيس الوزراء طيب ما مؤشرات ذلك؟ يعني ذكرت بأنه ربما يتم التوصل إلى استكمال الكابينة خلال هذا الأسبوع ما مؤشرات ذلك سيد ثامر؟ يعني الكابينة لا تتأخر لكنه ملف الموازنة أعتقد ثلاثة المقبلة والأربعاء سترسل إلى مجلس النواب يعني لقراءته القراءة الأخيرة ومناقشتها داخل قبة مجلس النواب لكنه ملف الوزارة الداخلية والدفاع لا سيتأخر قليلا وهذا هو مؤشر سلبي ورسالة سلبية إلى الشارع العراقي والشعب العراقي لا سيما هناك ضرورة ملحة بتشكيل وزارة الداخلية والدفاع الاعتبارة من المؤسسات المهمة والمزارات المهمة والأمنية لا سيما هناك تحركات إرهابية على الحدود وهناك انسحاب أمريكي من سوريا وهناك تحركات أمريكية في مناطق صلاح الدين أو غيرها من المحافظات مثل ما نشاهد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هناك معلومات عن هذه التحركات لحد الآن لم نعرف مدى صحة هذه المعلومات لو كانت موجودة وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع لا تحققنا من هذا الأمر هذه الوزارات هي وزارات مفصلية ومهمة يجب على السيد رئيس الوزراء أن يحسن ملف وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بأسرع وقت ممكن حقيقة وجلب أسماء جديدة نحن في تحالف البناء طرحنا شخصية السيد الفياض لكنه إذا أشاء سيد رئيس الوزراء تغيير هذه الشخصية أو استبدال هذا الاسم فنحن لن نعترض على شخصية يتم ترشيحها من قبل السيد رئيس الوزراء نعم طيب أيضا سيد ثامر بما أنك تطرقت إلى التخركات في غرب البلاد هناك كتاب موجه من لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى السيد عادل عبد المهدي بشأن عدد القوات الأمريكية بدورها نفت اللجنة حتى هذه اللحظة وجود قواعد خاصة بالقوات الأمريكية والأمر حتى هذه اللحظة يقتصر على المعسكرات العراقية والتي توجد قوات أمريكية فيها هل هناك من تفاصيل بذلك الخصوص؟ يعني هناك توافد وتواصل من بعض الشخصيات على أنه وجود عجلات أمريكية في بعض المحافظات لكنه لن نتحقق من صحتها لحد هذه اللحظة أما وجود القوات الأمريكية فنعم لا موجودة والدليل زيارة الرئيس الأمريكي إلى هذه القواعد وكذلك زيارة وزير الخارجية إلى هذه القواعد بدون علم الحكومة المركزية حقيقة هناك كتاب موجه لرئيس الوزراء لاستفهم منه عن عديد هذه القوات وطبيعتها وأماكن تواجدها وننتظر السيد رئيس الوزراء باعتبار القادة العام القوات المسلحة لتوضيح هذا الأمر لا سيما كانت هناك اتفاقية أمنية وقعت مع العراق على خروج القوات الأمريكية من العراق نحن لا نرغب وجود أي جندي أجنبي على أرض العراق والجيش العراقي له القدرة والإمكانية والأجزة الإمنية الأخرى لديها القدرة والإمكانية على حفظ حدود العراق وأرض العراق لا سيما هناك استقرار واضح وملموس استقرار أمني واستقرار سياسي ونحن بانتظار انهاء ملف الكابينة الحكومية اللي نشرع قانون الموازنة ونذهب باتجاه المحافظات المتضررة والمحافظات المحرومة والمحافظات الوسطى والجنوبية التي دمرت بالكامل بسبب الأزمة الاقتصادية وبسبب الهجمات الأرهابية على هذه المحافظات وهناك جيوش من العاطلين وهناك مخيمات في هذا البرد القارس نريد أن نتجه ونريد أن نبتعد عن سياسة سياسة المحاورة لا نسمح باستخدام الأراضي العراقية سيد تامر لكن حتى اللحظة لا شيء يلوح في الأفق فيما يتعلق بالداخلية والدفاع يعني ربما المؤشرات أقوى فيما يتعلق بالموازنة وحسم الموازنة لكن فيما يتعلق باستكمال الكابينة لا مؤشرات لا شيء يلوح في الأفق بالتأكيد لا لحد الآن هناك حوارات هناك حوارات وهناك تواصل ما بين تحالف البناء وتحالف الإصلاح لحسم هذا الملف والفيصل في هذا الموضوع هو السيد رئيس الوزراء بالتأكيد طيب أيضا هناك قضية مهمة ربما بدأت تأخذ حيزا كبيرا تخص تشكيل كتلة خدمية موحدة تضم جميع نواب بغداد العاصمة بمختلف التوجهات السياسية طبعا على إثر ما حصل فيما يتعلق بمن يتولى إدارة شؤون العاصمة العراقية بغداد هل هناك أيضا من حلحلة لهذا الملف يعني بالتأكيد كانت هناك استقالة قدمت من السيد عبد الحسين عبطان من مجلس النواب وهناك إشارات على أنه السيد عبد الحسين عبطان يكون أمين لبغداد ومن حق الكتل السياسية أو الأشخاص المثلين عن هذه المحافظات أن تعلم كتلة خدمية بعيدا عن توجهاتها الحزبية والكتلوية وهذا هو مطلب شرعي حسب الدعاهم أو حسب مطلبهم أنه يرغبون أن يكون أمين عاصمة من أهلي بغداد حصرا مثلما لا يرغبون أن يكون محافظ من بغداد على محافظة النجف وهذا الموضوع بسيط يمكن تجاوزه بطريقة الحوار والتفاهمات هذا هو أصل الموضوع توضحت الصورة عضو مجلس النواب النائب ثامر ذيبان شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة شكرا جزيلا لك